شرعت الحكومة الجزائرية في معركة ضد الزمن من أجل إثبات سمعتها بين الدول فيما يتعلق بإتمام مشروع جواز السفر البيومتري والذي حددت المنظمة العالمية للطيران المدني يوم الرابع والعشرين نوفمبر القادم كآخر يوم لجعل جميع جوازات السفر عبر العالم بيومترية حيث أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة تتيح للجزائريين داخل الوطن أو خارجه إمكانية تتبع عملية استخراج جوازات السفر البيومترية عبر الموقع الرسمي للوزارة على أن يتم تسليمها لأصحابها في ظرف لا يتجاوز الخمسة عشر يوما اليوم إن شاء الله انتلقت الصباح هذه خدمة جديدة هي متابعة أن المواطن يقدر يتبع المآل جواز السفر عبر الانترنت أن المواطن يدخل في الانترنت يدخل على الموقع وزارة الداخلية وجمعات المحلية المعروف هو www.interior.gov.dz هذا الموقع يدخل موذكا أنه يتبع الجواز السفر عن بعد وبما أن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن جملة من العوائق باتت تهدد مشروع جوازات السفر البيومترية في الجزائر ويقول مدير الحرية العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي أن نقص المادة الخامة المستخدمة في إنجاز هذه الجوازات هو أهم ما يعيق المضي قدما في المشروع مضيفا أن المدة المتبقية للالتحاق بركب الدول الأخرى ليست بالطويلة لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المشروع في الوقت المناسب ثمانية أشهر متبقية وصمعة الجزائر على المحك معطيات تجبر أجهزة الحكومة على العمل بقدم وساق من أجل إنجاح التحدي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فالمشكلة التي واجهها حجاج الجزائر في العام الماضي بخصوص جوازات السفر الكلاسيكية يجب ألا تتكرر والتحدي كبير في وجه الحكومة فهل ستنجح يا تورا؟